إذا نرجع للرطبة الرطبة يعني منطقية الرطبة منطقية عشر سنين والعقد جاهز والفلوس أودعت الفلوس للجانب الأردني يا عمي كم لوها ما طوله أصلا بس يطلقها رئيس الوزراء الربط أبو عزت أخذها من أخيك كنت تعرفني أنا عدة اتصالات وعدة لقاءات ويا الأخ عماد الدليمي اللي هو قائم مقام الرطبة هذا الرجل طبعا من شار الأخ علي فرحان أو زيدون كل عم أنت بخير أو زيدون أنت وعالتك الكريمة يعني قاتل قتال قتال الصحابة أستاذ عماد حتى يبني مستوصف اسمع من عندهاك ومعلومات ما حد يعرفها حتى يبني مدرسة حتى يبني مركز الشرطة حتى يبني كذا حتى يبني كذا اشتغل الرجل بالقطرات اللي كان يقطرون هي هو وأهل الأهل الرطبة واشتغله والحمد لله والشكر بيانت نتيجة عدهم يعني عدهم تدريه للرطبة لغاية قبل سكم سنة عايشين على آبار يعني تدري يعني على آبار جاب لهم حسب معلومات يعني مال تحلية مياه ماء كهرباء ده يجي ده يشتغل معمل الغاز معمل القناني البنزي خالة يعني الأخ ده يشتغل شون تقول كو عالم تاخذ بنيارات وتطلع له شغل طاب وكتير تلاف وكو عالم بالقطرات تدري أستاذ عماد هو ابن الديرة هو ابن الرطبة إضافة للأخ مصطفى عياش الكويسي اللي كان لازم ظهره ودعمه داخل مجلس المحافظة مع توجيهات الشيخ خميس الخنجر قدر يطلع شيء الآن الخلافات شوف رح أجيك شوي اسمح لي بثواني الموقف السني أستاذ أنوار وصل إلى مرحلة تشنج ممكن كانت الأيام الأخيرة لولا حكمة وأنا من الناس يعني كان لتصرف ثاني حقيقة الأمر لولا حكمة والحلم اللي يتمتع بي الشيخ خميس الخنجر أنا كانت عدي لقاءات ممكن أتهجم بيها على قيادات ووقفهم وبحدهم لأنه كمنهم بعضهم بعض القيادات الادليامية المن الرمادي وبعضهم نواب تهجموا هجومات غير لائقة بالشيخ خميس الخنجر بالتلفزيور ولا يزعل منه اللي يقص ده اللي يحيش علي حاتي خشن وأنت تدري بنفسك من شن تيجي المقر السيادة بالقادسية ما تبوس شيخ خميس الخنجر إلا من شتفه وتقول لأنت قائدنا وانت زعيمنا وانت وانت اختلفنا وياكم بالرأي لأن أنت اختلفتوا ويانا بالمنهاج تطلعون هاي الهجومات نائبات يطلعن يصرخنهن يجن يم يبتشن يتخل قال لي اليوم اللي دحك يطلقهم تقلقين قلبهم مرهم على بعض بعض النفاق السياسي هيكونها مصالح تركوا مصالحكم والعدي التقريدات بالبعض النائبات والنواب اللي غردوا والله والله ما حسكتني عنكم غير شيخ خميس الخنجر واني قاعد وقاعدين مسؤولين أقدرت كلك أسماءهم والله قال لي إذا تحب لي ما ترد عليهم خليهم ذول هن يريد يحكون علي خلي يحكون علي أحنا المهم من نتيجة شوفوا الحلم مالته وقوة الذكاء وبعد النظر مالته ما وصل إلى مرحلة يبنثل البعض يطلعون على منصة اكس وعلى البرامج يحكون علي حتي ما يليق بيهم ولا يبليق ابقاء سياسي سن ديداء للمظلومين الشيعة والسنة والكرد والمسيح وغيره فلمن ما رديت عليهم وأني داءت قرضهم لأن ما رديت عليهم وعليهم عليهم لأن يقعد يمّا ويعرفن الشيح لا تخلونا يطلع المستور فالحلم مالته وصلنا في هاي 72 سنة أخيرة إلى التوافقات لو يقبل حجي خميس الله يحفظه يدزوا لي أنا أستلمهم عمي على مسؤوليتي أنا على مسؤوليتي لا مو تدري هو شو يحفظه أستاذ النور كل واحدة منهم منهم قل الشيخ حتى ما يساوا ما يعيدوه لا أو شاربك أو شاربك وانا أخو عبده والله لو يكون لو يكون فارس فرسان للعالم وانا هم مو فرسان والله أدقه وطلع قياته قبل الالفين اش عشرة اش عده وهسا الصار اش عده لا حد يندق بيه لا حد يندق بيه واللي يندق بشيخ خميس ما تقولك بيه عده الرئيس الحلبوسي إلى منهاج الرجل منهاجه محترم أراءه محترمة غيره غيره لكن تجون تندقون بينا طيب طيب نحن نحن نقول أنا ما عدي قرعة فمسوي زرع الشعر خليقوا عند كلمة اللي حطيتها بخد العراق ما يتحمل بعد مزايدات ومناكفات عفو الرطبة اللي داعش حاصرها والقاعدة حاصرتها والميليشيات حاصرتها والدنيا حاصرتها عفوها خلت تجيهم كهرباء عيب هاي المزايدات يا هل يجي يزايد والله أنا الرطبة اللي وهذا يقول اللي بابا التويت شت قبل 2010 بس ألي دس ألكم هذا السؤال وأسأل أهل الرمادي وأسأل أهل بغداد وأسأل غيرهم هذول اللي نطنطون بس قولوا لهم وين شتوا قبل 2010 اللي يطلع يقول احنا قطينا خميس الخنجر افلال وزارة وقطيناه يا عمد عيب هذا الحتش عيب كل من يعرف ويعرف حجمه ويعرف وزنه عيب هذا الحتش ما الواحد يطيب الثاني وكل من اللي يبرز وكل من اللي يصير القائد الأوحد والقائد الضروري هاي الحتش ما يمشي بالموقف السني تعالوا نتوحد تعالوا نطلع ولدنا تعالوا نبلط مناطقنا تعالوا نباو على العراق شبيه ضيم تعالوا نطلع المحققين اللي دي عذبون تعالوا نسعد صور البارحة دزيت لك ياها أبو عزة دزيت لك البارحة صور ما المعتقل من التعذيب مات دزوليها من غير جهو شوفتك حجيتها بالصعبة طلع الصور حجيتها بالله هو البارحة وجيت رسالة لا لا طلعنا مدمرة لكن صعبة